بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الواحدة الخمسة الموزنة المرنة وتحليل الانحرافات في السابق أخذنا تحليل السناي لانحرافات الأجور المباشرة والآن التحليل السلاسي لانحرافات الأجور المباشرة الانحراف الإجمالي كما هو تكلفة فعالية للأجور ناقص تكلفة معيرية للأجور تكلفة الفعالية اللي بتيجي من ضرب ساعات فعالية في معدل أجر فعلي والتكلفة المعارية بتيجي من ساعات معيارية في معدل أجر معياري والساعات المعارية دي بتيجي منين ساعات معيارية للوحدة في الإنتاج الفعلي زي ما هنشوف هنا في الشريحة دي وحلوحظ أن الساعات المعارية ديها ساعات معيارية للوحدة ضرب الإنتاج الفعلي ويحلل هذا الانحراف الثلاثي إلى رقم واحد انحراف كفاءة اللي هو معدل أجر معياري في تحقوص فرق الساعات من بعض ده كما في التحليل الثنائي ما تغيرش ثاني حاجة انحراف معدل أجر صافي زودنا كلمة صافي عشان نميزه عن انحراف معدل أجر في التحليل الثنائي هنا في الثنائي كنا بناخد ساعات فعلية المرة ده بناخد ساعات معيارية وليست فعلية زي ما كنا في التحليل الثنائي نفتح قوس فرق معدلات الأجر من بعضها معدل أجر فعلية نقص معدل أجر ما يري الثالث انحراف مختلط أو مشترك فرق الساعات مضروف في فرق معدلات الأجر نلاحظ أن لو جمعنا الثلاث انحرافات انحراف كفاءة زائد انحراف معدل أجر زائد انحراف مختلط المجموع يساوي الانحراف الإجمالي الملحوظة الثانية لو جمعنا اتنين مع تلاتة انحراف معدل أجر مع انحراف مختلط المجموع الانحراف معدل الأجر في التحليل الثنائي يبقى لو جمعنا انحراف معدل أجر صافي زائد انحراف مختلط أو مشترك في التحليل الثلاثي لو جمعنا اتنين دون مع بعض يدين انحراف معدل أجر في التحليل الثنائي ملحوظة الثالثة ان في انحراف معدل أجر صافي بناخد ساعات معيارية لما كنا في الثنائي كنا بناخد ساعات فعلية هذه الثلاث ملاحظات اللي انا قلتهم موجودين همت ان مجموع انحراف الكفاءة وانحراف معدل أجر صافي وانحراف مختلط يساوي انحراف لجمالي ملحوظة الثانية ان انحراف معدل أجر وانحراف مختلط لاثنين دولت في الثلاثي هيساوي انحراف معدل أجر في التحليل الثنائي ملحوظة الثالثة ان انحراف معدل أجر في التحليل الثنائي كان بيعتمد على الساعات الفعلية في حين ان انحراف معدل أجر في التحليل الثلاثي بيعتمد على الساعات المعيارية